بعد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقدسة البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية وبتريارك الكراسة المرقصية بمناسبة عيد الملد المجيد وخلال التهنئة أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباط يبدلون كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها للحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية مشددا على أن وحدة نسيجنا الوطني هي دعمة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضرية جيلا بعد جيل كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقدسة البابا تودرس الثاني بهذه المناسبة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة وضباط وضباط الصف وصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها مماثلا لتهنئاتهم ترجمة نانسي قنقر